نصبح على الفراخ البيضة بتاعتنا نشوف الفراخ بتاعتنا باضة النهاردة ولا لا الاول طبعا نحب ارحب بيكم في قناتي قناة يوميات نونا بنت الصعيد اهلا بيكم في القناة اللي اول مرة طبعا نشوف القناة ينزل تحت الفيديو يعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان كل ما نازل الفيديو تتفرج عليه لايك وشير كتي للفيديو وكملوا معي الفيديو لحد الاخر عشان ان شاء الله باذن الله النهاردة هقول لكم اكتر من سبب يزود معاك انتاج البيض وخلي الفراخ بتاعته كلها تبشر في وقت واحد وكمان فراخك تغرجك بيض وكل يوم تطعي على سطوحك او تطعي في المكان اللي انت مربية فيه الفراخ اتلاقي ما شاء الله الفراخ بتاعته كلها بيضة تمام يلا بينا باجا نقول بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله واول حاجة طبعا قبل ما نبدأ الفيديو دعو منكم لي بصلاح الحال وراحت البال وان شاء الله بإذن الله ليكم مثلها زي ما انت شايفين طبعا في الاول انا صراحة يعني غسلت العلبة بتاعتهم كده وحطيت لهم مية نظيفة عايزة اقول لكم باجا ان المية دي من غير اي حاجة صراحة محطيتش لهم النهاردة اي حاجة في المية ليه حنان لاني انا لما بحطت لهم سنائي في صفات السوديون ومجموعة الفتمانة والاحمد الامينية مش بحطها بصراحة كل يوم لا انا بحطها لهم يوم ويوم او مرتين في الاسبوع او دي كده يعني تمام ويبدأ طبعا اخد البواجي بتاعت الكتاكيت البلدي الهاجين اللي انا طبعا كنت بنزل ليكم بها فيديوهات هنا على القناة ببدأ اخد طبعا بواجي العلف بتاعتهم بجيبها طبعا بعد ما نظفها ليه الفراخ البيضة والفراخ الساسو دي وانا اصلا كده كده بديهم العلف التسعة عشر في المية اللي هو طبعا العلف الناهي تمام كان في سؤال خاص هنا بالعلف في القناة حجاوب عليكم طبعا ان شاء الله باذن الله على السؤال ده بس الاول تعالوا باجي نشوف الفراخ بتاعت ما بضت ولا لأ وكان فرخة اصلا بضم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا يحسن ما بين ايدي وايديكم ان شاء الله اللهم صلي عنه باللهم بارك طبعا الفراخ ما شاء الله تحت يوم هنا حبيتين من البيض زي ما انتم شايفين بسم الله الرحمن الرحيم وعايزة اقول لكم باجي ان ما شاء الله الفرخة اللي بشرت دي وبشرت معي ما شاء الله بيضة كبيرة جدا ازاي حنان وانت كنت بتقولي ان تقريبا كده البيضة دي بيضة اه البيضة دي بتاعت فرخة اللي هي بتبيض بيضة بسفرين لأ بصراحة انا كسرت البيضة وعرفت ان هي طبعا اه بيضة لفرخة تاني تقريبا الفرخة السودة هي اللي بدأت يعني تبيض معي وبغضة البيضة دي والبيضة طبعا الحمرة دي بتاعت الفرخة الحمرة تمام ما شاء الله يعني حجم البيضتين لاتنين اصلا كبار اللهم بارك وعايزة بجاء الفت نظركم لحاجة حلوة جدا جدا لما بكسر والله البيضة بلاقي ما شاء الله الزلال فيها كتير احنا عارفين طبعا ان البيضة البلدي اصلا بتبقى حجم البيضة اصلا وزلالها الضغير خالص او جليل انما ما شاء الله البيضة بتاعي ده حجم البيضة اصلا كبير وكمان جواها بيكون ما شاء الله الزلال برضو حلو وكتير واصلا الصفار بتاعها كده لونه غامج مش الصفار الباهت اللي تلاقي طبعا فيه آآ لون كده اصفر باهت لأ البيضة بتاعتي ما شاء الله اللون بتاعها بردكاني وبصراحة يعني حلوة جدا جدا معنى ذلك ان هي ما شاء الله البيضة بتاعتي قيمتها الغزائية عالية والفرخة اصلا اللي باضت البيضة دي ما شاء الله عنديها طبعا كل العناصر الغزائية المطلوبة المكتملة طبعا في جسم الفرخة اللي بتبيض وده طبعا الصراحة المطلوب للفراخ البيضة كان في سؤال طبعا هنا بيقول ان الفراخ بتاكل البيض فوقا بكات فراخ هندي فراخ امريكي اي فراخ او اي طيور بتاكل منكم البيض آآ اول حاجة تبصوا عليها طبعا في سوق تغذية عندك على طيورك ولا لا ازاي حنان سوق تغذية سوق التغذية طبعا بيقول ايه بيقول اني انتي بتاكل الفراخ بتاعتك دي كام وجبة ويا طرى الوجبات اللي انتي بتاكلها الفراخ دي او لطيورك عموما عبارة عن ايه ما هو بص ممكن اصلا يكون انا باكل الفراخ بتاعتي بس اكل مش مفيد تمام او اكل اصلا ما فيوش العناصر الغزائية المطلوبة للفراخ او لطيورك عموما فلازم طبعا تأكلي الفراخ بتاعتك او تأكلي طبعا طيورك يكون اكل مفيد وفيه طبعا العناصر الغزائية المطلوبة للفراخ او للطيور علشان كده بقى ما هيحصلش ان شاء الله بازن الله عندك ابدا ان هما نياكلوا البيض عايزة اقول لكم بقى على حاجة اني اول مرة باضت الفرخة دي اللي هي البيضتها بيضة دي باضت في الارض تمام علشان كده بصوا انا عملت المكان ده فقلت طالما بقى فيه فرختين او تلاتة بدأوا يبشروا معي بالبيض فلازم طبعا اني انا اعمل مكانين عملت دي طبعا الجاردل ده اصلا كان معي من الاول فكانت الفرخة الحمرة بتبيض فيه تمام لما بدأت طبعا لاجي بيت في الارض فقلت لأ لازم طبعا اعمل مكان تاني علشان طبعا الفراخ تبيض فيه وعملت طبعا السبت اللي انتم شايفينه ده فحطيت فيه شوية كده من الاطراب او او الجيش او الانشارة اللي متوفر معاك بس اللي يتعليلهم السبت علشان طبعا يكون تحتيهم طريق لما يبيضوا يعني فيه ما يدايجهمش ولا كده تمام تعالوا بجي نرجع ليه السؤال بتاعنا اللي بيقول طبعا اه ان الفراخ الهندي او الامريكي زي ما قلت لكم او البلدي او اي نوع طبعا طيور بتبيض بتاكل البيض بتاعها ده طبعا بيكون ناتج على نقص الكالسيوم والفيتامينات طبعا في جسم الطائر اللي بيأكل البيض فطبيعي طبعا هيأكل البيض علشان يعوض الكالسيوم اللي نقصه تمام اه هو اصلا يشكر ان هو بيبيض بجد يعني يشكر وبارك الله فيه ان هو بيبيض تمام فطبعا انا عايزين تتجنبوا طبعا المشكلة دي حاولوا بقدر الامكان ان انتوا تحاولوا تعززوا الكالسيوم في جسم الطائر اه لو حابين تعززوا الكالسيوم في جسم الطائر السمسم حلو جدا جدا وغني بالكالسيوم الصراحة وحبة البركة كمان ولو حابين طبعا اي ادوية من الصيدلية البطارية حاولي اني تجيبي يعني اي دواء بقى من الصيدلية البطارية تروحي يعني عند البطاريو وتقولوا انا عايزة دواء يزود نسبة الكالسيوم معي عند الطيوم بس بصراحة يعني والافضل ان انتي تستخدمي السمسم وحبة البركة بس السمسم والحبة البركة يعني هيطولوا معك في الوقت شوية علشان يدوكي طبعا النتيجة اللي انتي عايزيها اللي زاها يعني وكمان يزودوا الكالسيوم في جسم الطيوم تمام اه ممكن تاخدي اسبوعين لتلات اسابيع علشان تحصل ان شاء الله باذن الله على النتيجة اللي انتي عايزها دي طبعا الفراق الساسو ما شاء الله زي ما انتم شايفين انا بصراحة يعني قررت ان الفراق الساسو دي بعد الجماعة يا جماعة بجد والله كنت مزنوجة وكنت فعلا حبة ان انا ابيع من الفراق الساسو دي بس بعدين قلت لأ ان شاء الله باذن الله هاخد يعني الجواز اللي ادوها العيالي مبرح في القرآن وهسدي بيها الجمعية وان شاء الله باذن الله يعني لما ابيع دورة الفراخ البلدي الهجين ادي بقى لعيالي الجواز بتاعكم انا اتفكت بصراحة معهم على كده وهما الحمد لله يعني وافجوا يعني ولادي بصراحة هادين في الموضوع ده ويعني ما شاء الله ربنا يبرك لي فيهم كده بحس اني هما يعني بيشيلوا مسئولية جد يعني بصراحة رغم ان هما عشر سنين بس بصراحة بحس ان هما ما شاء الله حلوين جدا جدا في ان هما يعني تتكل عليهم ان هما يشيلوا مسئولية وما شاء الله يعني بيجدروا يعني بصراحة يعني لما قلت ليهم ان انا هاخد منكم الجواز والديهاركم اخر الشهر ما رفضوش الصراحة برغم اني ابوهم في الاول رفض لكن هما مصراحة ما رفضوش خالص دلوقتي باجه هخلي طبعا الفراخ الساسو دي لو دبحت منها هتبحت طبعا فرخة او اتنين وحيتبجوا معي فرختين ويديك بتاعهم هحاول بقدر الامكان يعني اني انا مفردش فيهم علشان ان شاء الله باذن الله نشوف طبعا الفراخ الساسو دي هتبشر معنا على كم شهر ونشوف طبعا انتاج البيض جليل زي ما انتوا قلتم معايا هنا على القناة ولا هيكون طبعا انتاج البيض بالتغذية السليمة والاهتمام هيديني بيضة كل يوم وحيكون البيض بجودة عالية وطبعا كل ده ان شاء الله باذن الله حنشوفه مع بعضنا يعني الشهور الجاية وان شاء الله باذن الله الشهور الجاية اكيد طبعا يعني هنكون مع بعضنا كده بنعمل فيديوهات اصلا لجمع البيض لاني انا كده كده اصلا هخلي من الفراخ الساسو دي وكمان هخلي من الفراخ البلدي الهجين مع الفراخ اصلا وزي طبعا ما انتم عارفين ما شاء الله يعني اه الفراخ بتاعتي بضبيط كل يوم اللي هي طبعا البلدي المشعر. حنشوف بجا بجا انتاج البلدي الهجين وهنشوف ان شاء الله بازن الله انتاج الاستاسو. واكيد طبعا حنهتم بهم زي الاهتمام او نفس الاهتمام اللي احنا اهتميناه بالفراخ البلدي المشعر اللي هي طبعا البلدي بصوا شايفين الفرخة السودة دي. اللي هي طبعا البلدي المشعر اللي هي دلوقتي حاليا بطبيد. شايفين الفرخة السوداء دي هي ما شاء الله اللي بدأت طبعا تبيد معايا وهي صاحبة البيضة دي. البيضة دي اه بتاعة الفرخة السوداء دي. بصوا. شايفين طبعا وشها وماشاء الله ظنهر وحمر كده والعرف بتاعها بدأ طبعا يكبر ويزهر برضو. واصلا آه العرف بتاعها ما شاء الله بدأ برضو لونه يغير ويظنهر زي ما انتوا شايفين بصوا ان شاء الله بازن الله يعني انا عندي كده فرخة بتجيب بيضة بصفرين وعندي طبعا الفرخة بتجيب بيضة حمراء وعندي فرخة بتجيب بيضة صفرة اه بيضة بيضة مش عارفة ايه الصفرة دي لا هي بيضة بيضة وان شاء الله بازن الله كده باجي معي باجي فرخة واحدة من الاربع فرخات اللي هما البلدي المشاعر تبشر معي ان شاء الله بازن الله بالبيض واكيد طبعا هتبشر الفترة اللي جاية ده اكيد طبعا عايز اقول لكم بقى على حاجة لو الفراخ بتاعتك اه بشرت معاك وقطعت معاك بيض اعلمي واعرفي طبعا ان المشكلة عندك في الفراخ او في الاهتمام. ما فيش اي مشكلة تانية تقطع البيض غير المشكلتين دول. سواء كان الفراخ عنديها مسلا اه التليس اه ودهون طبعا اه حوالين مسلا عنقود البيض او حوالين مسلا الفتحة الشرج اللي طبعا اه بتنزل منها اصلا البيضة فمش عارفة طبعا تنزل اصلا البيض او زي ما قلت ليكي عندك سوق تغزية. الحلين دول لازم طبعا يتحلوا حتلاقي طبعا ما شاء الله الفراخ بدأ يتبيد معاك تاني. تمام? وطبعا اكيد بصوا عايزة اقول لكم بقى ان الجشرة بتاعت البيضة ما شاء الله سميكة جدا جدا. وده الحمد لله ناتجة طبعا على الاهتمام والتغزية السليمة. تحدد هنا طبعا الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى ان اكون تفيتكم باي معلومة عن الفراخ البيضة. وان شاء الله بإذن الله كملوا معنا طبعا المسيرة. وان شاء الله بإذن الله هيكون عندنا على السطح. تيور بياضة كتير الفترة اللي جاية. واكيد طبعا كله هيكون معاكم. واكيد طبعا بتشجيعكم لي ووقفتكم جمبي. وان شاء الله بإذن الله دعمكم لي هو طبعا اللي هيخليني استمر معكم على اليوتيوب. لايك وشير كتير للفيديو واللي اول مرة يشوف القناة ينزل تحت الفيديو يعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس على كمية الكل عشان كل منازل فيديو تتفرجوا عليه كنت معكم حنان سيد من يومياتنا لابنت الصعيد مع السلامة يا اخواتي باي بات